السلام عليكم هذا الموديل من الفساتين لأكثر طلبان هذا الصيف تخدمه لك والبنتك هذا البطرون الأساسي تشوفوا معي الخطوط بالأسود على طبق المقاسات ولكن سننعملوا تغييرات أولها المياه لاند الكاتف تنزلي بسنتيمين والمسافة ديال التركيز تنقصي كذلك سنتيمين لأننا الموديل لا نشفح لكم فمليكن الموديل ما في شيكم نقصه من القيمة ديال التركيز سنتيمين ستخذ الدوران ديال الخسر مضبط يعني ما يكونش المتر مشدود تخلي واحد الراحة ديال الأسبوع ما بين الجسم ديال كل متر ديك الدوران غادي تقسمها لأربعة ودفي سنتيمين لابنس سفي؟ أتبق ربع الهونش اللي عندك في الجليل أو في الديل مثال عني هنا يا ثلاثين غادي نزل بها هنا بالنسبة نديك الجهاد يالصدايف أو الأزرار في فيديو سابق كنا خدمنا شميز طويلة أو لفستن شميز عملنا جوج ثلاثة واحد لنا البندا البندا أرقيقة يعني حجم جالة صغيرة لكن البندا ديال الموديل شو شوية واسعة لذلك علينا عملو 241 يعني 7 سنتيم كناخدو المسافة ما بين نقطتي الصدر وكنقسموها على 2 مثال عندك 24 سنتيم كتخدمي بـ 12 هاد 12 عطبق على الخط الخسر ولا الخط ديال الصدر ولا الخط ديال هنش وكنرسمو خط خفيف ها هاد الطريقة درسم البندا كنوريها المبتدئين أما المحترفين وما عارفين من الخط الخسر الطول ديالبنسة غادي كون 13 سنتيم ومن تحت غادي كون 10 من هنا سنتيم ومن هنا سنتيم وسافي كنرسم البندا ديالي بنفس الطريقة كنخدم البندا حتى في الأمم سنتيم سنتيم ومن سنتيم في الأمم سنحزز المسافة من هنا إلى هنا نقسمها على 2 نجي بمثلات نرسم خط مستقيم في الخلف سنزل 13 سنتيم ونرسل خط مستقيم في هذا الموديل لدينا الدهار نازل سنتيمين على الخلف لا يمكن شيء نجيبه القصة من المنتصف في الدهار فحالي منا في الامام حيث منا غادي تلبس الكسوع ومنا غادي نعملو سميتات غادي يجي الدهار مش النقطة علع إن شاء الله تكونوا فهمتوني سافي كمنا الباترون والشرحات اللي كتتعلق به ده بخص ننغل فيو هاد القطع عنا أربع قطع يعني نعملو لها نسخ نعملو لها استخراج غادي تجيب بورقة أخرى وهدي تستخرجي القطع دي الأمام و دي الخلف انطلاقا من هنا يعني هاد الجزء هادا الفوق عني سافي بشاف حالو لنا استعمله سوف نعملو فقط هاد الجزء هادا سوف نعمل توسيع لجوب في الأمام و في الخلف اناخد هاد القيمة ديال 12 سنتيم عنا نزل بها لتحالي سوف نرسم خاط نفس الشي غادي نعملو في الجزء الخالفي فغادي نخدموهم بنفس الطريقة ندبا غادي نشتغل معاكم غير الأمام و انتم ما غادي تخدمو الخلف بنفس الطريقة ها فغادي نطلع معا هاد الخط هادا غادي نجيبو للساق غادي نحط هاد الجزء بشكل مستقيم هكذا غادي نقص هاد الجزء اللي بقى منتصف دلابنس و غادي نحطو هكذا غادي نقرب لكم الصورة هكذا لاحظو الوسع اللي جاني من سحت فبها التريقة لاجبك اتعطيكم الافازي جميل جدا كتحس بهاد المسافة وكتشوفي إذا كانت كافيك مزيان بغيتي افازي اوسع كيمكن لك تخرجي بقيمة اضافية هنا ياشحان ما بغيتي وتجيب الخط من القيمة او المسافة ديال الهنش من هيا كنا من الواحد القويس خفيف باش كنساوي الخط ديال الخسر ساخي هيا لاجوب قبل ما نقصو الباترون كنضيفو سانتين بالخياطة هدا القيطة عباربع سافد منتصف الكتف نوضع على ماء من بعد نجيب متلات نرسم خط مستقيم هنحسب الطول ديال وشحال اتناشر سانتين نسجلها من بعد غادي نشوف المسافة فيوقف لي هاد الخط هنحسبها حتى المنتصف عندي فيها اربعتاشر سانتين هنسجلها ايدان اتناش زائد اربعتاشر تقني سستة وعشرين ايدان ادان اخرج من هنا الهنة بستة وعشرين كاتجي مضبوطة مضبوطة هاد القاعدة هادي فاذا بغيتي هاد التعبدة تتوليك بقى هنها بغيتشو يمطيح على الكتف ميجيش مجموع يمكنك زيدي سانتين قارب الاخر يعني هذا القيمة هادي جمعناها مع القيمة هادي اعطتنا 26 قلنا خرجنا بها من هنا لهنا يعني برق الحردد الابد احنا احنا هنا لستيك احنا دوري واحد القيمة اضافية باش يلقى لستيك في نمشي ويجي سفي لان غالي نولي نحسب هاد الماسافة هادي من هنا اللي هنا شحال عندي ستة سنتيم فالرقم لي خرج لك هنا غالي تولي تخرجي به يعني غالي نخرجه بستة سنتيم اخرى يرى سهلة العملية مشي شي حاجة صعيبة الان هاد ستة وعشرين زائد ستة المجموع نين وثلاثين ستة وعشرين زائد ستة قيمة تلاستيك نين وثلاثين دابا هادي نجيو باش نخدمو دي اه اه الفولون او الكلوش عندنا جوجل الانصاف دوائر واحدة عاتركب في النصف امامه خلف والثانية عاتركب في النصف المقابل اذا هادي نعملو هاتين وثلاثين في اثنين عطينا 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 ع القيمة ديال هاد القطعة خمسة عشر سنتين بالخياطة من فوقه من تحت مقاسات حقيقية ولكن مصغارة باش تتبو معايا جميع التفاصيل الطول ديالفستان اعملت متر وخمسة ووشرين فالكمياد التوب اللي هتقدني باش نفصله هي جوجو خمسين على متر وخمسين وحتى هاد القطعة ديال الورق امامكم اللي تمثلين نتزو حتى هي مفصلة مصغارة نيب المقاس الحقيقي نتزو ها هو هنا يا متر هنا يا المتر الثاني وهنا يا خمسين سنتين يباش تكون مسائل واضحة وتكون مطمئنين باش مني تشريو توجود فصله يعني تكونوا يعني مرتاحين تخافوشي اننا تساو بدعلكم او اننا شي حاجة مش ياليك سافي غادي نجيب القطعة ديال الامام غادي نجيب الديل هنا جهان مفتوحة نجوز الفوقاني ديال الامام نحطه فوق الامام نجيب ديال الخلف الخلف عنا متني ما فيه شي خياطة نحطه في الجهان المتنية الجهان المتنية الجهة الفوقانية اتباخته وتابعت الحال اذا كنتم ماركيتوشي سنتيمات الخياطة في الباترون هنا يا رقو غادي تخلو الاسباس وغادي تترسمو السنتيمات ديالكم نجو دابان الفولون اللي نحطوها هكتا نجو ديالكم تسع شا ما بغزو تعملوا وما تنسوشي في الفولون وضيفو قيمة ديال خياطة هاد الجزء من التوب غادي بقى الحزام يعني غادي تفصلو شاريتان يعني من غادي تحلو كل شاريت غادي يكون فيه مترونوس على مترونوس تلاقيهم بالخياطة وشوفو الطل اللي انتو ما بغيينو سافين مباشرة بعد التفصل غادي تمركي البانسات على التوب في الاما وفي الخلف وغادي تمركي الخطوط ديال المرض سافين؟ بعد ما تمركيهم غادي تدوزين ميكوات يعني غادي تتني السنتيم الاول هكتا هتحدي الخط دياله حيث الميكوات غادي تساعدك من اللي غادي تجي تخييطي والتني الخط ديال 2 سنتيم من بعد غادي نجمعوا الربع الاول هكتا خيطه والمرض مفتوح سافين؟ من بعد غادي تلاقي الخلف من بعد غادي تلاقي الخلف من بعد الخياطة هاد الملاقيات غادي تطلعوا الاعلى هكدا بالميكوات من بعد غادي نخيطه الجنب ها نعملوا بيهي من الحردد الابط غادي نخيطه المارض بحادي تكنيك بحايت انو جي فالاخر هكتا جي مفيني مزيان هاشرح لكم فرقة بش تفهموني يقول لكم بان المارض غادي نعملو الميكوات غادي نتنو هاد السنتيم و بعد غادي نتنو هاد الجزء هاد هاد السنتيم لتنين اللوولاني غادي نقلبو للوجه لهاد الخط هكتا هكتا ها هو الخط هاد 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 و هنخيط على السنتيم هاكده مقلب هخيط عليه من بعد غاديا نقلب هاد الجزء نلوجه معاقس هاد السنتيم اللي هنايا بش نعطيه راحة وداح هكدا غادي جيني المالد من الداخل هنايا مباشرة مع هاد الخط هيكون عندي سنتيم فيه قصة بش يبقى حر المالد في النهاية كيجي هكدا طبعا الورق ما غاديش يساعدني نخرج القنت ولكن مهم انا رح وصلت لكم الطريقة للخدمة دياله كيفاش هذه الطريقة الصحيحة للخياطة ديك البندا او البيتانة دي المارد هكدا ستجينا من داخل متنيا واحد من الفوق حتى احتم تحت بالرغم من اننا عندنا في الوسط قصة نتابه معي مزيان 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 نركزوه في طريقة العن خيط بها سميتات وانصف الدوائر مع الفستان هذا نعملو العلامات سميتات وكذلك العلامات المنتصف كنتبتو اسميتات ديبوز عكدا من الداخل هذا الوجه دي الفستان ودع الجهة المقابلة عود نفس الشيء من الداخل حيط الفستان كامل هو التكنيك ديال هاد الموضع الى تقنسوها غدي اطلع لكم جميل سافي بعد مركب ناسميتات من الداخل غدي نجيو دابا الفولان غدي نجيبو هاد الجزء ديال الخياطة غدي نتبته مع المنتصف ديال التهار ودع خسنا نجيبو الوجه ديال الفولان كنأكد الوجه ديال الفولان او ديال كمان دبا تقنوا تقولوا باننا عنا هنا يدائره كاملة لنا نصف ونصف نجيبو الوجه مع الداخل ديال الفولان الخياطة او الملاقية ديالهم مع المنتصف من هنا ان هنا هاد الجهة لاستيك عنا خليها بحديثة اعود الخياطة من هنا ننظهر يعني كامل وهاد الجهة هادي غدي نخليها بحديثة هاد الجهة هادي اللي عارك فيها لاستيك ما غديش نقياسها نخليها تم بعد سافي انا غدي نخيط دابا هاد الجزء هذا ونرجعه باش نوريكم كيفاش غدي نقلبو الولان على الوجهه هاد الجيه اللي خدمنا هاد الجيهات الداخل لحدو كيفاش من فينيا هاد الجيه اللي عارك فيها غدي نجي دابا اللوجه غادي ينقلب هاد الشي اللي خدمنا مباشرة غدي جيبو الميكوات بيش تبتو هاد الخياطات اللي منا انا دبا غدي انتبت بفنة سافي ادو الشكل النهائي للخدمة عندما يبقى شي هكذا نطيحو هنا الاسفل نتبههم على الصمتة تعليوهم هكذا عدوزو الخياطة غدي تمشي هكذا للخلف كذلك تتوصل هنا هاد الماسفة هادي كنحسبو منتصف ديالا كنعملو علامة القيمة ديال لاستيك عد تكون هاد الماسفة من هنا هنا يعني القيمة المنتصف الميتال اللي خدمنا به عنا 12 في الامام و 12 في الخلف المجموع ما بين الامام والخلف 24 سنتين و النص ديالا هي 12 إيلا الميتال اللي خدمنا به غدي نعملو لستيك طول فيه 12 سنتين و غدي نماركيو العلامة المنتصف غدي نطبقوها مع المنتصف اديال التوب نعملو فنيتا و الصافي و غدي تبقى وجبدو لاستيك غدي تجبدوه من الجهة هادي يعني مبدئيا غدي تخلي واليبرة نازلة و تبقى وجبدو التوب تتلحقو المنتصف و عاون من غدي تكمل المنتصف غدي تجور لاستيك الليك تتوصل هنا هيا دائما و انتي كتجبد و انتي كتغطي لاستيك بالتوب الابنات اللي سيفطولي هاد الموديل و قالوا لي خدمي معنا هاد القطع المستطيلة والتاريقة الخياطرية لما هاد سميتات فحل يشوفتوا معايا هادي ماشي قطع المستطيلة انما آآ كلوش عتخدموا هاد الفستان للصغار بنفس الطريقة اللي خدمنا بها للكبار مع بعض الفروقات البسيطة هيا اننا غادي نرسمو الباترون مو تساسل ما في شي قطعات الخسر بالنسبة للتوسيع معا نخدموشي في حال هادا اللي عملنا للكبار انما غادي تجيبي خط من الخسر و غادي تعمل الوسع اللي كي ناسب البنيوتا يعني لحسب عمرها فهاد الاكتواع عندنا آآ جويبات صغار ميبانوشي الا اذا دققنا آآ ندار فحيت التوب اسبرو موهي مرا عندكم هنا يجويبات صغار بتتعملوهم ام لهم بغيتوشي يعني ماشي مشكين انتم وبدو قديركم كانتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هاد الفيديو وتكونوا خديته معلومات جديدة متنسوشي تعملو البارتاج و بزاف بزاف دلايكات لايجاتيكم بالخير باش تجعوني على المزيد من العطاء اشكركم على طيب المتابعة دمتم سالمين